مرحبا وشكراً تبعاتكم تك ميشن فيديو اليوم عن الإضاءة وبأبسط صورة لإلى الإضاءة داخل الستيديو يعني بيئة متحكمين فيها بشكل كامل مثل الستيديو عندنا هون وإضاءة من ثلاث نقاط ثري بوينت لايتينج بالإضافة للديكورات الموجودة وراي وشو بتلعب دور بهالإضاءة وشو التحضيرات المحتاجة لحتى الإضاءة تكون متحكم فيها بشكل كامل ببساطة رح نترجيكم الإضاءة بالستيديو هون اللي بنستخدمها دائماً والنتائج تبع كل عنصر من العناصر اللي فيها تابعونا فإذن الإضاءة بستيديو تك ميشن من شو مكونة شو العناصر اللي احنا بنستخدمها بالإضاءة تبعتنا وشو تأثير كل واحد منها العناصر مشكورة زميلتي إنانا الموديل الدائم عنا هون على القناة رح تساعدنا اليوم كمان لحتى نشوف تأثير الإضاءة وهذا الشي بيخليني أبدأ بنقطة كتير أساسية ضبط الإضاءة إلو علاقة بالمحيط يعني بيشو في حولك إذا في عندك إضاءة طبيعية بدك توظفها إذا ما في عندك إضاءة طبيعية شو بدك تعمل اللي حتتعوض عنها إذا حاب بيزهر مظهر الإضاءة الطبيعية وأيضاً شدة الإضاءة وقرب الإضاءة من الشخص بتعتمد على بشرة هذا الشخص شو لون البشرة شو التكستير تبعها هي البشرة وشو أفضل إضاءة ممكن次ar لتطلع البشرة هي بأجمل شكل ممكن وبالتالي الإضاءة اللي بتنفع مع شخص مو بالضرورة تنفع مع شخص تاني إذا لهم بشرته شوي مختلف بالنسبة لموضوع الإضاءة الطبيعية بصراحة نحن هون بالاستيديو مع تمين الإضاءة الخارجية بشكل كامل في عنا بكل محل حوالينا منسميهم الأكوستيك كورتينز أو البطانيات الصوتية اللي بتحجب الصوت هي كمان مختارين لون غامق ودارين اللون الغامق علينا الهدف من هذا الشيء أنه يساعد بحجب الإضاءة وما يكون في إلعكاسات نتحكم بالإضاءة بشكل كامل غير هيك هي شغلة كتير كتير بسيطة رح ترجيكم إياها وتأثيرات وبعدين رح نحكي عنا بالتفصيل باختصار رح نحن فيعنا الضوء الرئيسي الكي لايت الضوء الثانوي أو الفي اللايت الضوء العلوي أو منسميه الهير لايت وفي عنا الإضاءة التزيينية أو الدكوراتيف لايت هدول هنين اللي بيوصلونا للإضاءة الكاملة بالنهاية واللي شكله بيكون هيك خلا نبدأ من الكي لايت الهدف الأساسي من الكي لايت مثل ما بيوحي اسمه الضوء الرئيسي هو أنه يضوي الشخص اللي احنا عم نصوره يعني إذا شغلنا بس الكي لايت لازم يكون قادرانين نشوف الشخص بتفاصيله ونعرف مين هو ونعرف شو عم يحكي لذلك الكي لايت بيكون عادة أقوى من بقية الإضاءات الكي لايت اللي عنا بالستوديو هو النان لايت FS300 بعرف رح تقولولي قوي كتير شو بدك فيه أنا جبته مش هنستخدمه بالتصوير الخارجي اللي بكون في عندي مشاريع تصوير خارجي مع عملها لكن طالما أنه موجود بيستخدمه هون وبحطه فقط على 35% من طاقة تبعته أنا بحطه على 35% متل وضع هلأ لما كنت عم صور إينانا قبل شوي حطته على 20% لأنه إينانا شقرة وبشرتها كتير فاتحة وبالتالي ماني محتاج هلأ الضوء لحتى أخذ الفلاترينج لايت على وشها بطبيعة الحال الضوء لازم يكون صوفت ما فينا نخليه كون قوي وحد وبالتالي لازم نستخدم الشيء اللي نسميه لايت دوم أو قطبة الضوء أو تسموه مرات السوفت بوكس الآن السوفت بوكس هو أصغر بشوي يعني لحتى نكون دقيقين لازم يكون هو لايت دوم لايت دوم اللي احنا مركبينا على الناين لايت هي أبتشر لايت دوم اس اي اسمها لايت دوم يعني أبتشر لايت دوم اس اي هاي كبيرة بما فيه الكفاية كتبتنا طبعا لو استخدم واحدة أكبر أنه كلما كبرت كلما كان أفضل وكلما كانت أقرب مني كلما كان أفضل لكن بسبب ضيء المساحة هون بالستيديو ما فيني أخذ واحدة أكبر من هيك عم تعمل لي جهد لا بأس فيها عم تعطين نتيجة لا بأس فيها أبدا مبسوط منها بشكل عام منرجع منذكر أنه الكي لايت الهدف الأساسي منه أنه يفرجينا الشخص اللي هو عم نصوره وبالتالي لازم يكون هو الأقوى ولازم يكفي لحتى نشوف الملامح حتى لو بدنا دراماتيك لايت لازم الكي لايت يعطينا الملامح ومن حط الكي لايت الكي لايت عددا ما نحطه على زاوية 45 درجة من الشخص اللي نحن عم نصوره في استثناءات لهذا الموضوع مثل عنا هون بالستيديو أنا بحطه مو 45 درجة بحطه هيك تقريبا 30 درجة لأنه ما بدي سبيل على الخلفية الخلفية لأنا أسود ما بدي ضوية للخلفية كتير هي رح تضوى بس ما رح تضوى كتير فلذلك أنا بمييله أكتر على زاوية 30 درجة بس الأصول على 45 درجة من الشخص اللي نحن عم نصوره قديش قريب منه؟ كل ما كان قريب كل ما كان أفضل يعني فينا نقرر الضو ونضعفه ونكبر اللايت دوم لحتى ناخد أفضل نتيجة أضعف أقرب وأكبر هاي هي القاعدة لحتى تاخد أفضل إضاءة بالنسبة للكي لايت نقطة أخيرة إنه هالكي لايت لازم يكون من الجهة اليمنى ولا من الجهة اليسرى هذا الشيء بيعتمد على الشخص اللي قدامك وهو بيرتاح أكتر مع أي جهة من وشه فيه اكتناس فيه عندهم جهة بيحبوها أكتر من جهة وبالتالي هي اللي منستخدمها للكي لايت أنا عموما مخلي بكي لايت على جهة اليسار هون عملي أكتر بالنسبة لي الموضوع مرات إذا كان فيه ضرورة ممكن نقل له على جهة اليمين لكن بصورة عام يخلي على جهة اليسار ما كثير بيفرق معي الجهة اليمنى أو اليسرى إذا الضيف طبعكم بيفرق معه انتبهوا على أي جهة راح تحطوه الكي لايت فإذا الكي لايت عم بيضويني من الجهة اليسرى أو عم بيدوي الموديل طبعتنا مثل ما كنت رأيت إدامكم من الجهة اليسرى بس الجهة اليمنى عدمية شو بدأنا نعمل أحضر نضوي الجهة اليمنى فيه عندنا خيارين الاحياء الخيار الأول هو الفي اللايت هلأ رح نشغل في اللايت ومتل ما كنت رأيته رح يضوي الجهة التانية من الوج بس بإضاءة قلبة شوي من الكي لايت الهدف من هذا الموضوع يصير فيه شوي التباين بين الجهتين من الوج ويعطينا شوية دراما بالصورة اللي عم ناخدها هلأ الفي اللايت هو الطريقة العملية والمريحة والمباشرة في نتحكم فيها بكل معنى الكلمة الفي اللايت اللي عمنا إياههم بالستيديو هو الأمران 100D حطينا عليه لايت دوم اسمه Godox QR P70 لايت دوم كتير كويسي أصغر بشوي من الأبتشر اللي على جهة اليسار وبالنسبة لقيلي كتير كتير ممتازة عم تعطيني نتائج جيدة الفي اللايت فيه كون شوية صغيرة هارشين ليس بالضرورة تكون اللايت دوم تبعته كبيرة أد الكي لايت المهم الكي لايت يكون اللايت دوم تبعته كبيرة بالنسبة للفي اللايت بنضعفه بحيث أنه يكون فيه تباين بين جهتين الوش إلا بحالات هلأ أنا بالفيديوهات العادية بفضل دائما أن تكون الجهتين من وشي مضوائي عن نفس الدرجة لأنه ما بحب الدراما كتير بحب أن يكون بحالة إضاءة كاملة لحتى لأن كوني عم أعطي تيوتوريالز يعني وعم بشرح قصاص بيكون أسهلكم إن كون تتلقوا مني لو تكون الإضاءة متوازنة وبسيطة على والشي بدلا من تكون دراماتيك لكن في كتير ناس خاصة بالإنتروفيوز تبعات الدوكيومنتريز أو الوثائقيات بيحبوا الدراماتيك لايت أنا بعمل الدراماتيك لايت بالوثائقيات وبالتالي بدي الإضاءة على جهة الكي تكون أكتر من الإضاءة على جهة الفيل بديلا عن الفيل لايت إذا ما كان عندنا في اللايت أو إذا كان أفضل لنا أنه ما نستخدم الفيل لايت بسبب المساحة أو بسبب أي شيء تاني فينا نستعيد عنه بسهولة باستخدام العاكس العاكس ببساطة هو عبارة عن هذا الشيء العاكس اللي عندنا إياه هون بلاستيديو هو برو فوتو هو عبارة عن اللي بعبر عنه اسمه هو عاكس بيعقص الإضاءة من الكي لايت وبرجعها على الجهة التانية من الوش وبيعوضنا عن الفيل لايت طبعا في طرق كتير لتثبيته ممكن نحطه بأي طريقة ممكنة على الترايبود على لايت ستاند على أي شيء نحن محتاجينه والملائط بتساعدنا بهذه الحالة بديل تاني عن الفيل لايت وعن العاكس هو الفيل اللي بنستخدمه عاددا إذا في عنا إضاءة ناتشورل هلأ بالاستيديو هون أنا ما بستخدم الفيل لأنه ما عندي إضاءة ناتشورل متل مقتلكون أنا مسكر الاستيديو بشكل كامل عن الإضاءة الخارجية لكن لما مكون برا وعننا إضاءة طبيعية الفيل بيساعدنا كتير شو هو الفيل؟ هو بساطة أنه نستخدم أي شيء هلأ أنا فيني استخدم خلفية تصوير فيني استخدم الجهة الثانية من العاكس فيني استخدم كاردبورد كبيرة فيني استخدم قطعة قماش شي لونه أبيض بيعطيني بوزيتيف فيل لأنه بيسمح بإنعكاس محدود على الجهة الثانية من الوش متل ماكن شايفين بهذا المثال نحن هون حطيني الجهة البيضة من خلفية التصوير ومتل ماكن شايفين أم تعطي تأثير على وش الموديل بشكل كتير واضح فإذا البوزيتيف فيل أو ملء الإضاءة الإيجابي بيعكس ضو أقل من العاكس طبعا على الجهة الثانية من وش الشخص اللي نحن عم نصوره نيجاتيب فيل ببساطة بيشيل الإضاءة الموجودة على وش الشخص شو الفكرة بالموضوع إذا أنا لمحل في إضاءة طبيعية وما أنا أدرى أن أتحكم فيه وبنفس الوقت بدي إضاءة دراماتيك يعني بدي إضاءة درامية يبدي هالجهة تكون موضية أكتر من هالجهة وما فيني أتحكم بضو الشمس الجاي من الشباك على سبيل المثال بحط نيجاتيب فيل نيجاتيب فيل بمص الضو بدل ما يعكسه على الوش وبالتالي بيعطينا الإضاءة الدراماتيكية مثل ما كون شايفين بالمثال اللي حطينه قدامكم هلأ مننتقل للعنصر الثالث وهو مهم جدا واللي هو فوقي اسمه الهير لايت هلأ الهير لايت مرات بنستخدم له دوم صغيرة مع واحد من هذول الإضاءات أنا ممكن أن أستخدم الأبتشور 60D مثلا كهير لايت أو 100D حتى مع دوم كتير صغيرة وثبتها على C-Stand لكن للسهولة ولأنه بيعطيني تأثير كتير حلو عم أستخدم الشي اللي فوقي هلأ واللي هو الYC Onion Energy Tube Pro 60 هذا الضو هو عبارة عن ضو سهل الاستخدام لأنه فيه مغناطيس وبالتالي بتثبت على السقف المستعرفي سهولة جدا ماني محتاج حط له stand الإضاءة طبعته جيدة هلأ ما فيه نقول أنه جودته ممتازة والدقة اللونية طبعته مانا كتير كويسة بالRGB Mode لكن عم يلبيني تماما بالنسبة للإضاءة الطبيعية وعم يعطيني هالإضاءة الحلوة اللي فوق طبعا الهدف من الHair Light هو أنه يعطينا شوية إضاءة خلفية وعلوية لحتى نفصل الشخص عن الخلفية مثل ما نكون شايفين هلأ لما شغلنا الHair Light لوحده هذا الشيء رح يفرجينا أنه الHair Light عم ينزل على الرأس وعلى الأكتاف وعم يفصل لنا الشخص اللي نحنا عم نصوره عن الخلفية لذلك الHair Light الحقيقة مهم ما تهملوه أبدا مرات أنا بنسى شغل الHair Light بيبين الفرق مباشرة بالفيديو لما بكون صورته وبطلعوا بطلع نسيان أني شغل الHair Light واضح تماما لأنه أنا ملزق بالخلفية ما في فصل بيني وبين الخلفية ممكن تستخدموا أي شيء للHair Light Tubes هنا ممتازين للHair Light ممكن تستخدموا كما قلت لكم واحدة من الإضاءات اللي عندكم مع Light Tube صغيرة مع Light Dome صغيرة عفوا ممكن تستخدموا أي شيء بدكم إياه حتى ضو عادي ممكن تستخدموا Practical Light لكن المهم أنه ما ننسى أنه الHair Light بيلعب دور كتير كتير مهم ننتقل إلى المرحلة الأخيرة واللي هي Decorative Light أو أضواء الدكورات أضواء الدكورات اللي هي نستخدمها لحتى نزين الستيديو مثل ما يكون شايفين وراي على جهة اليمين هون على يساركن أنتوا على يميني أنا في عندي أنا النيون لايت اللي كاتب فيها اسم القناة حتى مش الستيديوز هو مو اسم القناة هو مش الستيديوز هي الأمبريلة اللي بيكون تحت القناة ما هي الجهة؟ أنا حاطت بعض الدكورات طبعاً ما كنتم مهتم فيهم في حدا يرتب لي إياهون لكن لح تضويهم وخليهم حلوين استخدمت اثنين تيوب لايتز من نان لايت هالمرة Pavo Tube 2 6C هذا Pavo Tube يعطيني RGB لايت ويستخدم واحد أحمر وواحد أزرق حتى أعمل هذه الدكورات الحلوية اللي ورعي شي مهم أنه نفهمه بالنسبة للدكورات أو الأضواء تبع الدكورات أنه هي كمان بتأثر على الإضاءة الكلية للفيديو هلأ مثل ما كنتم شايفين شغلت بس أضواء الدكورات ومثل ما كنتم شايفين عم تلعب دورين يعني عم تعطينا شوي تفصل عن الخلفية عم تعطينا إضاءة خلفية مناسبة حتى ممكن تعودنا إلى حدين ما عن الهير لايت أو الضوء العلوي لكنها بشغل الضوء العلوي بكل الأحوال فإذاً منرجع مرة تانية ونفرجيكم التأثير تبع كل واحد من هدول لوحده خلنا نشغل الكي لايت خلنا نشغل الفي اللايت وهلأ منشغل الهير لايت وهلأ منشغل الديكوريشنز أو الديكوراتيف لايت بفيديو قادم إذا كنتم مهتمين فينا نحكي عن الإضاءة الخارجية لما نحن نكون عم نصور بمكان ما عم نسيطرة هالأدى عليه مو بالاستيديو عنها فينا نروح نعمل الانتريفيو بمكان خارجي في إضاءة طبيعية ونشوف كيفينا نتحكم بالإضاءة الطبيعية مو بس هيك كمان كيفينا نتحكم بالصوت أثناء المقابلات للدوكومنتريستحديدا اللي بنعملها خارجيا مو بالاستيديوهات شكراً لطبعتكم هالفيديو اللي إن شاء الله كان مفيد وممتع بالنسبة لكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة وبقناتنا الإنجليزية والرابط بالشرح تحت وتتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي وأنا بشوفكم بالفيديو القادم and cut